أكد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء القطاعات المختلفة وتحسين إدارة المياه وحكمات المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيع المياه وفقاً للاحتياجات الفعلية مما يسهم في تعزيز عملية إدارة الموارد المائية جاب ذلك خلال اجتماعاً عقده وزير الرأي لمناقشة أحدث الأسليب للاستفادة من التصوير الجوي والفضائية في إدارة المنظومة المائية حيث تناول الاجتماع بحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال تطهيرات المجاري المائية